أهلا وسهلا بكم متابعين أينما كنتم معكم مهدي من قناتكم قناة كول اليوم سوف نتعلم طريقة اكثار شجيرة الجهنمية الجميلة من العقل ويمكنكم الاكثار من هذه النبتة من منتصف فصل الشتاء وتمتد حتى منتصف فصل الربيع في هذه الفترة يمكنكم الاكثار منها عن طريق العقل وهي لنبدأ مع بعض لدينا هنا عقل بألوان مختلفة من الجهنمية عمر العقل أو الغصن تقريبا سنة وهو مناسب جدا للاكثار منه مثلا بمثل هذا تقريبا سانتي أقل قليلا ممكن أن يكون الغصن بغلد سانتي لسانتي ونص أيضا يمكن الاكثار منه بكل سهولة الآن نقوم بقص العقل لدينا هنا مثلا غصن سوف اختار هذا الغصن اقوم بقص تحت العقدة بواحد سانتي ها هي العقدة لاحظوا اسفلها بواحد سانتي هكذا وطول العقلة تقريبا تكون 12 ل 15 سانتي من الممكن أن أستغل هذه مثلا لعقلتين هكذا ها هي عقلة قمت بقصها بشكل مائل من الأعلى وذلك منعا للتعفنات أو عند سقي النباتات أو هذه العقل ألا يأتي هنا الماء ويتكون في الأعلى ويسبب تعفن العقلة لذلك نقوم بقصها بشكل مائل نقوم بإفراغ الأوراق من الأعلى ها هي أول عقلة سوف أقوم بتحضير بعض العقل بنفس الطريقة أقوم بإفراغها من أي أوراق أو أي أشواك هنا عقلة أخرى وكذلك الأمر سوف أختار أيضا هنا عقلة لدي عقلة لاحظوا لدينا هنا العقد أو البراعم تحت البرعم تقريبا بسانطي ومن الأعلى بشكل مائل بهذه الطريقة ها هو لدينا غص آخر أو عقلة أخرى ها هي الآن قمنا بتجهيز هذه العقل وأصبحت لدينا جاهزة للزراعة نأتي هنا بإصصيص أو وعاء واخترت هذا الوعاء الكبير لاحظوا قمت بتثقيبه من الأسفل بعد الثقوب وضعنا به تربة والتربة هذه هي خليط نصفها تقريبا بيتموس وهي تربة خفيفة جيدة وخصوصا للتشتيل وأيضا وضعنا بعض الرمل وبعض الطين ولكن أغلب هذه التربة هو بيتموس خفيفة وهي جيدة وننصح بها للأشتال وتشتيل الأغصان وما شابه الآن نأتي بالعقل نقوم بغمز نصف العقلة في التربة لاحظوا نصف العقلة غمزناها في التربة ونضغط عليها قليلا وبهذه الطريقة للعلم عقل الجهنمية من العقل القوية والتي تنجح بكل بساطة وسهولة ويمكنكم أيضا استخدام هرمون التجذير لتسريع نمو الجذور ها هو هرمون التجذير سوف أعرض عليكم طريقة استخدامه ها هو نقوم بغمز أسفل العقلة في هرمون التجذير وللعلم تجدون هرمون التجذير هذا في الصيدليات الزراعية وهو يساعد في عملية إسراء عملية التجذير ها هو غمزناها والآن نقوم بنفس الطريقة بوضعها في التربة دون أي مشاكل ونكرر العملية مع عقل أخرى طبعا نقوم بزراعة العقل الآن في إصصيص واحد وبعد ذلك نقوم بتفريدها بعد أن نلاحظ بداية نموات لهذه البراعم نقوم بفرد أو تفريد كل شتلة أو عقلة من هذه العقل لوحدها سوف أقوم أنا الآن بزراعة بعضها في هرمون التجذير وأيضا سوف أقوم بزراعة البعض الآخر بدون هرمون مباشرة بالتربة والآن انتهينا ها هي العقل سوف أقوم بغرز الباقي أيضا دون أي مشاكل بعضها أيضا إذا اتسع الآن أقوم بريها الري الأولى تقوم ريا جيدا وتروى هذه النبتة تقريبا بمتوسط كل أسبوع مرة في الأجواء المعتدلة ها هي الآن سوف نقوم بوضعها بمكان دافئ ومكان جيد الإضاءة وكما أخبرتكم يمكنكم تشتيل هذه الشتلة على البلكونة في البيوت ولكن مع توفير لها أجو الدافئ وأيضا الإضاءة القوية حتى وإن كانت في الداخل وأيضا في الخارج يمكنكم التشتيل منها وخصوصا مع بداية فصل الربيع يمكنكم غرزها ووضعها في حضائقكم خصوصا إذا كانت الأجواء معتدلة وسوف نرويها إن شاء الله كل أسبوع مرة أو عند ملاحظة جفاف التربة تقريبا بشكل كامل وذلك حتى نمنع أي تعفنات من الممكن أن تصيب هذه الجذوء هذه العقل أيضا من الملاحظات هذه النبتة تحتاج تقريبا من شهر لأربعين يوم حتى بداية نمو الجذور لها وأبقوا معنا وتابعونا لمشاهدة نتائج هذه الزراعة والآن وعدنا لكم أصدقائي بعد مرور أربعين يوما على تعقيل أغصان الجهنمية وها هي النتائج لدينا لاحظوا نلاحظ نمو للأوراق بشكل جيد وهذه إشارة على بداية نمو للجذور للعلم أربعين يوم هو وقت بداية نمو الجذور ولكن سوف أعرض لديكم النتيجة وأقوم بتفريد إحدى هذه الأغصان أو يمكنني الانتظار تقريبا لخمسين يوم أو ستين يوم حتى تكون الجذور قد نمت بشكل أفضل لنعرض عليكم الآن بعض هذه العقل ونقوم بتفريدها وزراعة إحداهما لوحدها نلاحظ أن الأغصان نوعا ما متيبسة هذا يعني أن هناك نمو للجذور سوف أقوم باقتلاع هذه ها هي إحدى هذه العقل لاحظوا معنا لاحظوا هنا ها هي بداية نمو للجذور ها هو ها هي هنا لاحظوا فهذه تحتاج أيضا لعشرة أيام أخرى لكي تكون الجذور نمت بشكل أفضل وأيضا يمكنني الآن زراعتها لوحدها سأقوم بزراعة هذه العقلة لوحدها الآن وأيضا تنجح وهي ممتازة لدينا هنا إصيس مثقب من الأسفل وضعت به تربة خليط من البتموس والرمل والطين كما وضحنا في فيديو سابق لهذه التربة سوف أضعه لكم هنا في الأعلى في النقطة البيضاء في البطاقات الآن أقوم بثقب هذا الإصيسم في التربة هكذا في المنتصف وأقوم بغرز هذه العقلة هكذا وأضغط عليها قليلا أقوم بريها والرية الأولى تكون رية جيدة هكذا بهذه الكمية الآن أصدقائي هناك بعض المتابعين عندما يقوموا بتفريد هذه الأشتاء لكل شتلة لوحدها يواجهوا أن هذه المشكلة من الممكن أن تسبب في تلف أو موت هذه العقلة والسبب أننا نضع هذه الشتلة مباشرة تحت أشعة الشمس المباشرة وهذا خطأ فهو يسبب إلى احتراقها وموت هذه الأشتاء لذلك بعد عملية التفريد نقوم بوضعها بمنطقة شبه ظليلة يعني منطقة تصلها أشعة شمس الصباح لساعتين فقط أو تحت الأشجار هذه تسمى الشمس المغربلة نضعها لمدة تقريبا أسبوعين لثلاث في هذه الأجواء وبعد ذلك ننقلها إذا كانت النبتة تحتاج إلى الشمس مثل الجهنمية من النبتات محبة للشمس ننقلها بعد ثلاثة سبيع إلى منطقة مشمسة والرأي يكون بمتوسط تقريبا كل يومين إلى ثلاثة أيام مرة إذا كانت الأجواء حارة في فصل الصيف أو عند ملاحظة جفاف سطح التربة وهكذا نكون قد اعتنينا بها وللعلم ومعلومة أخرى هذه الأشتال تسمت بعد تقريبا شهرين من نقلها يعني بعد شهرين تقريبا نبدأ بالتسميد أما قبل ذلك لا يلزم تسميد لأن التربة تكون جديدة وتكون خصبة وهكذا أتينا إلى نهاية هذا الفيديو نتمنى أن يكون نال على عجابكم وأتمنى من المتابعين الغير مشتركين في القناة التكرم لطفا والاشتراك عشان نكبر فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته